هدا تعمليك نشوفو الشعر كان في بعض الاماكن غير مرغوب فيها من الاحسن نشوفو الطبيب نكونو استشارة ومن بعد آآ نعطيك كيفاش تحيد الشعر يعني ذيك الصغاب كيكون اغلد مربما كيدرك حاول انت قبل ما تديري الخيط غدهني بزيز الضرق غدهني بالليل في المتال بزيز الضرق ولا واحد اليومين وانت الدهني بزيز الضرق باش مليت تديري الخيط ميكونش عندك مشكل غير انتي مليت هيدي هديري الخيط وتحييدي ذك زغب باش يتأخر النمو دياله هتحاول وتأخذي الفور غادي يخرج باف السوق غتأخدي مليت قشرية الفول غتأخذي ذك القشور ديال الفول اتعسريهم تاخدي الما ديالهم ومدهني بهم المكان اللي عندك فيهم الشعر ومن هذا المنبار كان صح كل سيدة ان تكون عنده دياله العسارة تفكر فيها من بين حوجات ديال المطبخ حطها المطبخ دياله باش مازاي ان شاء الله نعطيه وصفات من العصائر غا تكون ان شاء الله نتيجة اه فعالة على الجمال دياله والصحة دياله بالنسبة كذلك المشكل اللي عندك يمكنك تخذي كذلك الويفيرا مش الدرجة ويمديك المادة الهلامية اللي كتكون في سبار غا تخذيها وتديري معها مع القادية تخذي منها جوج مع الاقبار ومع القادية العسر الحر ومع القادية العصير المعدنوس يعني كتدقي المعدنوس استخذي غير ما دياله كتخلطي هاد المكونات ومن اللي تديري الخيط وتحييدي ذاك الزغب اللي في الاماكن الغير مارغوف فيه كتدهني ذاك البلاسة بذاك المكوين وتخليها واحد لثلاثين دقيقة ومن بعد تغسل البشراء ديالك وحاولي في التغذية ديالك اخودي ذاك الوريقات صغيرة ورين ديال الوريقات ديال الهندية ذاك الوريقات الوريقات كيكونوا يلا الله بدوك ينبتون بتاخدي واحد الحفنة من النم مع رابعة ديال القرعة الحمرة ومشوية ديال معدنوس والطيبي هاد لسوب هادي ومن اللي جيت نعسي في الليل تكون كا ووجبة ديالعيشة تدير في معاها الحباق وشوية ديال السلمية الحباق وسوية ديال السلمية الحباق ماشي هو الريحان الريحان بوحدو الحباق بوحدو الحباق واللي كنسمو به البيتزات ونسمو فيه بعض المرات السمك يلا دياله طاجين هاد لحباق كنديرو منه واحد الكمية بيها كنسمو هات الشربة هادي كتقلل شوية وكتكون واحد الميزان شوية ديال الهرمونات ماش ديال الجزاب ما يكتكرش في الاماكين غير مرغوب فيها